الآن كان فيه تصريحات لأستاذ ديار رشوان النهاردة رئيس الهيئة العامة الاستعلامات خاصة بأنه السلطات المصرية موجودة في معبر رفح بمستعدين لأنهم يستقبلوا المحتجزين المفرج عنهم وده هنا أنا أقول لحضراتكم أتكلمكم عن الوساطة المصرية النهاردة عن حدوث الهدنة ما بين حماس في قطاع غزة والجانب الإسرائيلي وأنهم يستقبلوا الأسرة من حماس ويصلوا بهم إلى الجانب الإسرائيلي مقابل هذا شوفنا الإفراج عن الأسرة الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي وأنا هنا بتكلم عن جهود مصرية مضنية الحقيقة حصلت علشان النهاردة يتم إطلاق كمان صراح 12 من رعاية تايلند وده بعيدا عن الاتفاقية مع الجانب الإسرائيلي كمان كان فيه استلام لعدد 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال ونساء لدى حركة حماس